موسيقى موسيقى جئنا اليوم أيها الكرام لنؤكد على أن إقدام العدو الصهيوني على منع وإسكاة الأذان ليشكل سابقة خطيرة وتعديا صارخا على قيم الدينية ونقول إن صوت الأذان في المسجد الأقصى وكل مساجد فلسطين كان يصدح بالتكبير والتهليل قبل مجيء الصهاينة الذين دنسوا أرضنا بمئات السنين ولذلك نحن أصحاب الأذان ونحن أصحاب المقدسات ونحن أصحاب الأرض الشرعيون فبقاؤنا هو البقاء وليرحل العابرون وسيرحلون بإذن الله رغم أنوفهم مهما تآمر المتآمرون فإن عدوكم سيرحل عن هذه الأرض بإذن الله تعالى ندعو السلطة إلى وقف التخابر الأمني مع هذا العدو المجرم وأن تنحاز إلى خيار الشعب وإلى خيار الدفاع عن المسجد الأقصى ومن هنا من خلالكم نبرق بالتحية العطرة إلى كل شهداء الأجهزة الأمنية الذين استثمروا سلاحهم في قتل هذا العدو المجرم وكل مساجد فلسطين كان يصطح بالتكبير والتهليل يا أمتنا العربية والإسلامية نقول لكم مصر نبيكم يهان أرضه تدنس الحديث عنه حديث عن عقيدة إن الجنة لتحن إلى بيت المقدس إن فلسطين ومقدسات فلسطين هي قضية أمة وقضية كل مسلم قال لا إله إلا الله وإن الانتهاكات الصهيونية الإجرامية وإن جرأة العدو غير المسبوقة على مقدساتنا وعلى إسكاة آذاننا لا يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين وتعدياً على شعائرهم وعلى مقدساتهم ومن هنا نقول يا عرب يا مسلمون رب ومعتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماع كثير منكم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم ثقتنا بالله عز وجل أن تكونوا داعمين لقضيتكم ليس من خلال التصريحات ونشكر كل الوزارات العربية التي أدانت واستنكرت هجوم العدو الصهيوني الشرس على الأذان وعلى المقدسات نقول لهم الذي يكفينا أن تدعموا جيوشكم أن تدعموا مقاومتنا بالسلاح والمال